السلام عليكم، أرحب بكم أحبائي حبيباتي في درسنا اليوم. معكم دائماً معلمتكم سميرة. أتمنى أن تكونوا بأحسن الأحوال. في درسنا اليوم في التربية على المواطنة سنتحدث عن الحدائق. نبدأ أولاً بالحدائق العمومية، وهي مرافق لعموم الناس، أي أنها لجميع الناس. يذهبون إليها لاستنشاق الهواء النقي والتمتع بمناظر الطبيعة واللعب وممارسة الرياضة مثل الماشي وقضاء وقت ممتع. تانياً حدائق الحيوانات. يذهب إليها الناس لمشاهدة أنواع عديدة من الحيوانات والتعرف على الطريقة التي تعيش بها. سواء كيفية التغذية أو طريقة حماية صغارها وإطعامهم. لذا يجب علينا أن نحافظ على الحدائق العمومية وحدائق الحيوانات واستخدامها بشكل صحيح حتى يتمكن من يأتي بعدنا من التمتع بها. ويجب علينا تركها نظيفة وعدم رمي الأزبال فيها بل وضعها في الأمكنة المخصصة لها. أحسنتم يا أطفال. هنا وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. وأتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة. أقول لكم في أمان الله. أحبكم. أحبكم.